اهلا بكم معاك وحوض عمر اكواتيبس دوت كوم الفيديو يقاله كثير بالطلب هو الستريتش او روتين المرونة بتاعي اللي انا بعمله كل يوم انزلت الفيديو على الانستجرام و ناس كتيرة كانت طلبة ان انا اعمل ان الروتين دوت يعني كفيديو بالتفصيل على اليوتيوب ف يلا بينا قبل ما نبدأ ياريت سبسكرايب وجرس تنبيعات وفولو على الانستجرام وعالفيسبوك الروتين دوت بياخد مني من 15 ل 20 دقيقة ما يطولش ابدا عن كده موظب عليه بقى لي اكتر من 12 او 16 اسبوع تقريبا والصابات قلت بشكل كبير جدا المرونة بتاعتي تحسنت بشكل كبير لما باجت مرا في الجيم ما بحتاجش وقت طويل علشان اسخن بس ده بصراحة كان سلاح زو حدين لان انا اتصابت مرة في الجيم بسبب الموضوع لسبب انا اتغريت كنت حاس ان انا جاهز للتمرين ويعني كارويت التسخينة في مرة فمتعملش انت برضو الغلطة داية لما توظب على تمارين برضو بيكون في تحسن في القام او في البوستر او في فاردة الجسم بشكل ملحوظ فبدون رغي كتير كده خلينا نخش في التمرين كلها ونعمل زي مدخص في الاخر التمرين الاولاني بيكون اسمه والسلايدز والسلايدز دا انت كعب رجليك لازق في الحيطة الهيبس لازق في الحيطة اعلى الظهر وراسك لازقين في الحيطة وحاول برضو ان انت تقرب اسفل الظهر بتاعك من الحيطة او الوارباك وهتلزق كوعك وايدك في الحيطة وهتفدل انت تطلع وتنزل بالمنظر دوت بطيق مش يحتاج ان انت تعمل عدات كتيرة اعمل خمس عدات بس بتركيز يعني الخمس عدات دولة تاخدوا منك تلاتين ثانية او ستين ثانية احسن ما تعمل ايشين عدة وانت بتكاروتز بعد كده باخد خطوتين مثلا بعيدة عن الحيطة شوية وابتدي ان انا اعمل الروتيشنز بالمنظر دا او الف دراعي بالمنظر دا من غير ما يلمس الحيطة كل ما اقربت من الحيطة اكتر كل ما الاستريتش هيكون اصعب فكل ما احس ان او سهل بقرب شوية بقرب شوية لغاية ما اجيب اخلي بعد مثلا معامل الاستريتش دوت لمدة ستين ثانية او تسعين ثانية ببتدي ان انا اعمل الاستريتش اللي بعده اللي هو لعضلات الصدر دا من اهم الاستريتشات اللي تخلي البوستر بتاعك مظبوط او كتافك تكون راجعة واقراف المكان بتاعها الصح فبعمل على كل جنب سواء انا دراعي مفروض مثلا تلاتين ثانية بتني دراعي تسين درجة واعمل برضو تلاتين ثانية تاني على الناحية اليمين او على الناحية الشمال بعمل الناحيتين طبعا بالتساوي بعد كده بعمل شولدر اكستنشن دي علشان مرونة الكتف ان انت بتحط ايديك على الحيط بالمنظر دا البايسيبس تاعتك بتكون تحت والترايب بتكون فوق وصابعك بتكون تحت وبتداني انت تتقدم قدام وتحس بالستريتش في عضلات الكتف الامامية دا بيكون حلو جدا للمرونة والموبيلتي بتاع الكتف بعد كده بعمل ستريتش للجسم الصفلي بقى فبحط رجليه على الحيطة واحدة واحدة ببدأ ان انا اميل بجسمي قدام على رجل اللي انا لحظتها بتحس بالستريتش على رجل اللي الحيطة في العضلات الخلفية بتاعت الرجل الرجل اللي على الارض لما بترجع ظهرك الورا بتحس بالستريتش على عضلات رجلك الامامية من فوق الهي الهيد فلكسور فستريتش حلو جدا وشوية شوية كل مثلا عشرة او تلاتين سانية بعلي رجليه على الحيطة اكتر وبزود الكسافة او الانتنستي بتاعت الستريتش اكتر فكل رجلي تقريبا بتاخد لها من ستين لتسعين سانية ساعة اقل لساعة اكتر يعني انت حس بجسمك بعد كده بعمل الستريتش بتاع السكوات ان انا بنزل سكوات تحت على الارض وابتدي ان انا اعمل زي روتاشنز بالمنظر ده ممكن طبعا تبقى سانية على الحيطة هيكون الموضوع اسهل وهيكون يعني تسخينة للسكوات وبعد كده انت تعمل الموضوع من غير حيطة مع الوقت هيبقى الموضوع سهل وهتاخد على الموضوع ده وهيحسن لك ادائك في السكوات في الجيم بصورة ما كنتش تتخيلها هتلاقي فعلا المرونة في انك رجلك بقت مصبوطة المرونة في ظهرك في الهبس في كل حاجة يعني الستريتش ده من اكتر الستريتشات المهمة اللي اي حد المفروض انه هو بيعملها دي تعتبر من الحركات الاساسية اللي انت اي من قدم مفروض يكون قادر انه هو ينفذها انه هو يقعد في وضع الاسكوات ده بعد كده بجيب المرتبة وقربها من الحيط واعمل الستريتش ده انا بتعلمه من جيريمي ايضر من الناس اللي انا بحب تابعها على اليوتيوب وعمل فيديوهات كتير مع وضوع الستريتشين والموبيليتي والكلام ده الستريتش ده هو ريفيرس والانجل ان انت تلزق في الحيطة من اول الرجبة بالهبس بالدق وتبدأ ان انت ترفع ايدك وهي مفروضة لفوق وفي نفس الوقت تكون بعيدة عن الحيطة يعني تكون مش تلزق في الحيطة لو تلزق في الحيطة للستريتش هيكون سهل انا حاول ارفها بعيدة عن الحيطة فده هيشغل المفاصل بتاعت الكتف بتاعتك سواء الكتف او الاسكابولا اللي يلوح الكتف كله يعني على الفول رينج اوف موشن وهيتحسن من الموبيليتي في المنطقة دي بشكل كبير بعد كده بعمل وضع لانج يعني رجبة على الارض والتانية رجلية قدام الرجل اللي ناحية الحيط هي اللي بتكون رجبة بتاعتها على الارض وبيبتدي ان انا اعمل لف للخارج بالمنظر ده واسبت مثلا تلاتين ثانية او خمس تنفسات بعمق ايو اعمل بردو ستريتش ديناميك بردو ان انا الف درعي للخارج بالمنظر ده فبنفذ طبعا الدريل ده سواء على الناحية اليمين او على الناحية اليسار دايما الرجل اللي ناحية الحيطة بتكون الرجبة بتاعتها على الارض بعد كده بخلي برض رجبتي على الارض بس برفع مشت رجلية على الحيطة زي ما احنا شايفين وابتدي ان انا اعمل ستريتش لعضلات الرجل الامامية سواء الكواتز او سواء الهيب فليكسر اللي هي على الفقد طبعا بفرد مشت رجلية وبلزق المعادة او الهيبس في كعب رجلي وشوية شوية تحاول تفرد ظهرك فوق كل ما قربت من الحيطة اكتر وفردت ظهرك اكتر كل ما الستريتش طبعا بيكون اصعب وبيكون افضل بس طبعا نبدأ الموضوع واحدة واحدة مع الوقت هتعرف ان انت تلزق جسمك كله في الحيطة من غير اي مشاكل بعد كده بعمل حاجة اسمها الكوبرا استريتش او ان انت جسمك على الارض وتحاول ترفع انجزع بتاعك على قد ما تقدر زي او ان انت بتلف ناحية اليمين والشمال كأنك بتبص على رجلك من ناحية اليمين وايه من فوق كتفة الشمال بالمنظر ده بعد كده لو انت عايز تزود الكسافة بتاعت الستريتش ده شوية ممكن تحط ايدك على الحيط بالمنظر ده وطبعا بالتدريج بقرب من الحيطة اكتر فبحيس ان انا اداية على اكتر بحيس ان انا ازود الكسافة او الكسافة بتاعت الستريتش وايه اعمل موبيلتي اكتر فضاري بس طبعا لازم تكون حريص وانت بتعمل سواء الستريتش ده او غيره بس ده بالذات لازم تكون حريص فيه ما تاخدش ابدا الموضوع عافية الموضوع مش عافية خالص الموضوع عايز صبر لازم تسيز جسمك ولازم يكون عندك صبر في الموضوع ما ينفعش تتغشم في الموضوع دوت ممكن تقزي نفسك فيه يعني زي ما ممكن يجي لك اصابات في الجيم ممكن يجي لك اصابات برضو في الاستريتش لو انت رحت لرينج اف موشن انت لسه جسمك مش متعود عليه هيجي لك اصابة زي ما بتستعمل في الجيم وزن انت برضو مش متعود عليه فدايما خليك شوية شوية اخد الموضوع بالتدريج واتنفس وانت بتعمل اي وضع من الاوضاع اللي احنا قول لها دي لان التنفس هيكون هو المئياس بتاعك لو انت في وضع معين مش عارف تتنفس ومش عارف تتنفس بعمق فدا معناه ان انت لسه الوضع ده صعب عليك اقل الكسافة شوية مع الوقت هتبدأ ان انت تتمكن من الوضع وتتنفس بطريقة عادية وبعدين تزود مدى الحركة شوية شوية بعد كده رجبتي على الارض عادي وابدأ ان انا اعمل زي لف للخارج بالمنظر دوت سواء على يمين سواء على الناحية التانية بحط كوي على الارض وابدأ اعمل برضو نفس التمرين ممكن خمس لفات كل ناحية او كل ناحية لمدة 30 ثانية بعد كده ممكن اركز اكتر على الهيب فليكسور او على اعلى الفاغد ان انا رجلي قدام ورجلي واره وابدأ ان انا اعمل الروتيشنز ديت خمس مرات مثلا لكل جنب خمس مرات برضو انا كوي على الارض بحيس ان انا كن نازل تحت اكتر والستريتش يكون اصعب شوية بعد كده بركز على عضلة الحود ان انا بعمل زي الباترفلاي او الفراشة بس بالمقلوب رجبتي على الارض وابدأ ان انا ارجع قدام وورا بالمنظر دوت يعني قعد في الوضع ده من 30 ل 60 ثانية هيحسن لك من المرونة في الهيبس او في الحود بعد كده بيبقى الجلوتس او عضلات المؤخرة ان انت رجليك اللي قدام بتكون على شكل 90 درجة وتأكد ان جنب رجلك هو اللي لازق في الارض مش قصبت رجلك من قدام لو قصبت رجلك من قدام هي اللي لازقة في الارض بستريتش بيكون ملوش اي لازمة مش تحس خالص بالستريتش حاول دايما انت تخلي الرجلي من الجنب هي اللي لمسة الارض وايه نوع في الستريتش في الوضع دوت يعني مي لنحية قدام مي لنحية الرجبة بتاعتك مي لنحية قدم الرجل بتاعتك اعمل موبيلتي في كل الزوايا او انت في الوضعية دي بعد كده ببدأ ان انا عمل زي لكس وينج زي ان انا حرك رجلية ورا وقدام من غير اي قوة من غير اي غشمية خفيف خالص ما مش لازم خالص ان انت يعني تجيب اخرج فيها او تعملها بكسافة عالية بس مجرد ان انت بتتمرجح رجلك كده بتعمل موبيلتي في الظهر وفي الهبس وفي الرجل وفي الكلام ده كله يمين وشمال وبعد كده بس الليلة دي كلها ما بتاخدش مني 15 دقيقة لو انا يعني عايز اطول فبتاخد مثلا 20 دقيقة وبحب اعملها في الشمس عشان ابقى يعني عملت حاجتين في حاجة واحدة خدت جرعة الشمس بتاعتي وفي نفس الوقت ان انا عملت الستريتش بس فعلا لو انتظمت عليه الفترة هيغير لك كل حاجة للافضل فانا هحاول نوعا ما ان انا اختصر الفيديو اكتب اسامي التمارين او اشكال التمارين او صور منها او انت ممكن تاخد سكرينشوت مثلا من كل حاجة تخليها عندك عشان تبقى حفظ التمارين واتفرج على الفيديو برضو اكتر من مرة علشان ممكن تبقى حاجة انت بتعملها غلط لما تتفرج عليها تاني تصلحها وهكذا ونشوفكو في الفيديو اللي بعد موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة